معانا ميدو حسن شقيق النجمك كبير محمود حسن تريزي جي زكا ميدو بسائل جمال والف الف مبروك يعني قدي احنا مبسوطين وقدي احنا فرحانين وقدي احنا بمنتخبنا وانا شخصيا وكل جمهور نادي الاهلي وكل جمهور مصر فرحان بتريزي جي والله احنا كلنا فرحانين بيه انا ميدو وصحب ومش اكوه او صحبه يعني ما في الاخر اخوات يعني احنا اخوات وحبايب وهم يعني من الناس المحترمة جدا ويستدخل بخير وربنا عوضه خير وتعبه وراجع من اصابة كبيرة مش هيا حد بيرجع منها اه والحمد لله ربنا عوضه خير وهو يستهل كل خير طبعا من المحترمة جدا ومن الناس اللي اللي بتتعب وفي ربنا في شغلها وعارف ربنا وكويس جدا ويستهل كل خير والله يا كابتن وهو يعني هيفرح مصر كلها الحمد لله خير لسه انت عارف تريزي جي طبعا اه واحدة واحدة معلش المباراة الاولى غير التانية غير التالتة غير الرابعة غير النهاردة النهاردة الوضع مختلف نغايف شوية عنه وهو عنده كتير لسه يا كابتن والله اخر مرة كلمته امتى اميده كلمته بعد المطش على طوله قبل المطش قلنا له نهاردة كبير وانه هو بعد قبل المطش قلنا له لسه هتيجي ان شاء الله انت بتعمل عليك والملعب وحش ورجع من السابة جامدة وبعد المطش قلناه وبركنا له وقلنا ان الحمد لله ربنا عوضه خير وتعبه ولسه ان شاء الله لسه عنده كتير كمان وربنا كبير طيب هل فعلا تريزيجي راح نادي في تركيا اعارة لسه ما نعرفش ما سعناهش على الموضوع ده لسه ما حدش تكلم معاكم في الموضوع ده ولا هو ها لكن احنا قلنا سمعنا ان الرئيس النادي التركي طلع وتكلم في هذا الامر وقال ان تريزيجي بني وبينك احسن ان هو يروح ويلعب افضل كتير جدا من مش فارق معاه يروح فيين بس هو اهم خير عنده يلعب عايز يلعب بالضبط هو عايز يلعب لان هو عايز يزبط نفسه ولان هو عنده عايز يزبطه اه فهو مش فارق معاه يلعب في دور انجليزي او في دور ابقى اهم حاجه انه يلعب اهم حاجه انه يتشافت برجله في الملعب وانت عارف في دعا كابتن كويس طبعا 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 هو بيحب كده فهو يعني مش فارع معه وما يروح تدور التورجي تيحاك ويسه جدا ليه عارة يقدر يرجع كويس ويروح على حتة أحسن إن شاء الله إن هو قبل الإصابة كان إن شاء الله رايح حتة كويسه جدا بس ربنا مش راتب له فإن شاء الله يعاوده يا رب نهار ده كده ما فرحنا كلنا هو دايما بيفرحنا هو لقد عمنا جاس عالم طبعا كان إحساسه إيه ميدو الفترة اللي فاتت وما رجع من الإصابة واحدة واحدة كانت نفسيه صعبانة وبعدين واحدة واحدة بدأت نفسيه طبعا كويسة شوية والحمد لله هو على طول ورايب من ربنا أنا طول ما فجبتش الأمل وطول عمره وعنده ثقة في نفسه الحمد لله نتلقنا بندعمه والحمد لله يعني هو قدر يرجع يوفع رجله تاني ولعب مطشاة طوية جدا طاكو تيفوار لعب كويس جدا بس توفيق جاب النهار ده الحمد لله نهار ده كان صوته أحسن تيقلي من الكام يوم اللي فاته الحمد لله كان فخوره بنفسه جدا أنا مطش اللي فات يعني الناس سلمت إنه هو ضيع وكده بس رجع من الإصابة روباط صليبي أي حد لو مر بالظروف دي طبعا لانه بلعب ستوتي في فوار دلوقت فقال أيوة فهو رجع من الإصابة قوية والحمد لله قدر يلعب ووقف على رجله وضيع كتير بس يعني الحمد لله فيش توفيق فالنهار ده الحمد لله ربنا عوض له اللي فاته خير وقدر يفرح مصر كلها هو محمد صلاح والحمد لله يعني انت شفت يا كبتا كل الناس كل الناس كل الناس كبت النهار ده والحمد لله هو قدر ينتج سعبهم ده بجون إن شاء الله وعوضهم خير ولسه اللي جاي أحسن إن شاء الله حبيب يا ميدو لما تكلموا المرة الجاية أقولوا الشعب المصري كله وقف معاكم إن شاء الله إن شاء الله احنا في ظهركو يوم الأربع اللي جاي مصر كلها المية وخمسة مليون وللمية وعشرة مليون ان شاء الله اللي حيقدر يسافل يسافل ونبقى في ظهره كلنا بنقول يا رب ان شاء الله ترزيجي تحديدا يكون له دور ان شاء الله في فوز منتخبنا الوطني ووصوله للمباراة النهائية والفوز بهذه البطولة ان شاء الله هو اللي يريب البطولة يا جابت يا رب يا ميدو ان شاء الله انا بشكرك جدا يا ميدو على وجودك معنا شكرا جزيلا زي ما قلت لحضراتكم ميدو حسن صديق الاخو انا عارف فصل العلاقة فميدو حسن صديق ترزيجي